السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل يوم تابعيني معاكم نونة الحجار سبقوا عملنا مع بعضا قبل كده كيك الميا العجيبة النهاردة هنعمل جاتول الميا العجيبة بدون بيد بدون لبن حليب بدون زبدة وبدون خلاط بالمضرب السلك اليدوي يعني مفيش حاجة اسهل من كده شايفين قد ايه الكيك عالية وهشة ونعمة كمان في الاكل بالدوبدوب وكمان طعمها قد ايه مزبوط يعني حاجة كده من الاخر والجنش بتاعه كمان عملتها بنيوتلا سبقوا عملتنيوتلا كريمة الدهن علشان خاطر صندوشات الولاد هتلاقوه موجود الفيديو ان شاء الله حطلكوا الرابط بتاعه فيه صندوق الوصف والفيديو موجود قبل الفيديو ده في الفيديوهات قد ايه الكيك بتاعنا سهلي جدا في تحضيره مقاديره متوفرة على قد اليد وكمان هنخرج 12 قطعة جاتو نشوف كده الجاتو قد ايه نام وبتقطع معايا بكل سهولة شايفين طعمه يا جماعة كل حاجة فيه مزبوطة فعلا بالصنطي زي ما بيقولوا السكر مزبوط جدا كل حاجة فيه هشة ونعم وقد ايه استالت نحن نجربه ما تنسونيش لايك واشتراك في القناة ويريد تشيروا الفيديو عشان الناس كتير تستفيد يلا بينا بسم الله اول حاجة عندي مقدار كباية من السكر سكر خشن عادي نفس الكباية بعير بيها بس الكباية دي اظهر من الكباية التانية عندي دلوقتي كمان ربع كباية من الزيت وعلبة صغيرة من الزبادي هديهم تقليب ميكس ميكس لحد كله ما يدوب مع بعضه وبعد كده عندي كباية مية مغلية وعليها معلقة صغيرة من قهوة سرعة الزبان او النسكة فيه هقلبهم مع بعض ادوب النسكة فيه في المية وهقلبه وحضيفه على المكونات بالنسبة للدقيق عندي كباية ونص من الدقيق ضيفت اول كباية وبعد كده هضيف نص كباية التانية ببقى ضيفة عليهم رشة من الملح منسهاش او زرة صغيرة جدا من الملح بدي تقليب وبعد كده هضيف بقى المكونات حتحسوا ان الخليط تقل ما تقلقوش مع التقليب حيفك وحيبقى معانا زي الفل عندي هنا معلقتين كبار من الكاكاو الأسباني الخام كاكاو مرة ما فيها السكر معلقتين كبار وبعد كده ضيفت باكت من البيكنج باودر اي اي بيكنج باودر بتستخدموه ممكن تكشف اي بيكنج باودر وبعد كده عندي ربع معلقة صغيرة من البيكنج سودا او الكاربوناتو بس البيكنج سودا دي خاصة بالحلويات الكاربوناتو اللي عند العطار مالوش علاقة بالحلويات ممكن تستبعدوه لو مش متوفر وبعد كده ضيفت برضو نفس الحجم ربع معلقة صغيرة من الفانيليا او اتنين باكت من الفانيليا ومكس تقليب 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 لحد الخليط ما يحل معانا ويبقى القوام بتاعه مزبوط اخر حاجة بضيفها معلقة كبيرة من الخل الخل اللي هنا بيديها شاشة وهو اللي بيساعد على العلوة بتاع الكيك وبيعوضني عن عدم موجود البيض تقليب تقليب وقادي شكل خليط تفك معانا وبقى تمام هو ده الصمك عندي القالب بتاعي محضره همسحه مسحه من السمن وحعفره تعفيره من الدقيق طبعا احنا لو عندنا ورق زبدة مفيش مشاكل هنفرشه بورق الزبدة اول ما ببدأ احضر في خليط الكيك اول حاجة بعملها وبقولها دايما ان انا ببقى مولع الفرن وسايبا يسخن براحته لحد لما اخلص خليط الكيك بيبقى الفرن طبعا سخن جدا بدخل الصينية على الراف الوسطاني على الشبكة اخدت بالضبط نص ساعة شايفين ادي علوها وقد ايه طرية وهشة وبسم الله ومشاء الله نكحة مية في المية لا تقولولي بقى ما فيهاش بيت يبقى مش هتعلى ما فيهاش بيت فمش هتبقى طرية هتبقى ناشفة ابدا انسوا كل الكلام ده اعملوها وقبلي كده عملتها وناس كتير جرابتها وشكرتلي فيها الحمد لله سبتها لما بردت انا مش بحط عليها مش بشربها الحليب او العصير الا لما تبرد تماما بعد ما بردت حبدأ دلوقتي ان انا ازقيها بربع كوباية صغيرة من اللبن الحليب وضفت عليه معلقة من الكاكاو الحلو كاكاو محلاة ليه بتاعة الشرب وبراشرش كده بالمعلقة بحاول ان انا اشرب كل قطعة في الكيك مش بغرقها انا بس بشربها كده ولما شربت الكاكاو والحليب حبدأ دلوقتي ان انا اكون محضرة الكريم شانتي بتاعي حبي انتوا تقدموها كده عادي كيك سيدة طبعا هي نكحة وطعمها زي الفل بعد كده بكمل خطوات التزيين بتاع الجاتو بعد ما جلستها بالكريم شانتي دخلتها الفريزر قعدت نص ساعة بعد كده خرجتها واخر حاجة بحط طبقة انيوتيلا انيوتيلا انا كنت عاملها في البرتمان ده دخلت الماكرويف على عشر ثواني فكت شوية علشان اقدر ان انا افردها بكل سهولة كطبقة جناش فوق طبعا الكريم شانتي ماينفعش احطها على طول على الكريم شانتي وهي سخنة طبعا ستتها لما هدت شوية بعد ما خرجتها من الماكرويف علشان الكريم شانتي طبعا مايسحش ويخرج معايا وانا بفردها ودخلتها التلاجة تاني الفريزر تاني اخر مرة قبل التاتش الاخير علشان تمسك طبعا فوق الكريم شانتي وبعد كده خرجتها اخدت معلقتين من الكريم شانتي خففتهم بمعلقة مية وميكس تقليب وحطتهم في كيس تلاجة وعملت الشكل ده طبعا الشكل الاخير ده مش لازم تلتزموا بيه اعملوا الاشكال اللي انتو حبينه اخر حاجة طبعا بقطعها القطع بتاعة الجاتو اللي هقدمها حابين القطع تبقى كبيرة او مستطيلة او مربعة طبعا على حسب الازواء انا قطعت القطع بالحجم اللي احنا شايفينه وتبقى شوية من الكريم شانتي عملت بيروزتات واخر حاجة طبعا هخرجها بكل سهولة زي ما احنا شايفين الحمد لله تمام ما لازقتش ونكحة جدا جدا والعلو بتاعها عشان تشوفوه وكمان لما اخدها بالشوكة قد ايه طرية وقد ايه بتجري كده وحاجة طحفة وطعمها يا جماعة بجد بجد تستيل ان احنا نجربها يعني لو احنا عندنا عزومة او عندنا مناسبة نعملها مش هتاخد وقت خالص ممكن تخضريها قبلها بيوم وتسيبها في التلاجة طبعا هتبقي انت كده وفرتي شوفي النهاردة الجاتوه بره بكام قطعة الجاتوه بس مش هقولك دست الجاتوه هتعمل كام وشوفي الترطة دلوقتي بره بكام ده غير ان احنا موفرين جدا يعني مفيش بيض استخدمناه خلاص استبعدنا البيض واستبعدنا طبعا اللبن الحليب واستبعدنا الزبدة يعني مفيش اسهل ولا اوفر ولا احلى من كده جربيها وان شاء الله اكيد هتنجح معاكم شايفين شكل القطع هي بتتقطع ازاي بكل سهولة ده غير طعمها الرائع والسكر بتاعها مظبوط يعني متقلقوش مفيش اي سكر عالي وبالنسبة للكريم شانطية انا كنت عملته قبل كده برضو موجود عندي هحط لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف وشوفوا الفيديو وادخلوا شوفوا الفيديو كمان انو تلة انو تلة سهلة جدا جدا وموفرة جدا مفاش اي حاجة فعلا هتبقى مكلفة علينا ان شاء الله الفيديو كنا الاعجاب الجميع كانت معكم النا الحجيري صحتين وهنا علق لكم يا رب وما تنسونيش لايك واشترك في القناة الاول مرة يشرفني ويا ريتش يا جماعة تشيروا الفيديو علشان ناس كتير تستفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة